دي المجر اهي قدام حضراتكم اللي فيها القمة دلوقتي اهي ودي سلوفيكيا فوق منها اهي ادي الدولة التانية ودي تشيك اهو ودي بولندا فوق بولندا ده دي اهو ده التجمع اهو قدام حضراتكم ده التجمع وسط اوروبا لو احنا نلاحظ هو المعبر بين غرب اوروبا المانيا وولندا وفرنسا وده ماركي الى واخيره وشرق اوروبا اللي هي اوكرينيا ورومانيا وروسيا وليتوانيا والدول دي يبقى الحتة دي باختصار يعني عشان ما احنا مش مش حسة جغرافيا انا اسف يعني لكن هو الموضوع باختصار شديد عشان ناس الخريطة دايما بتبين وبتوضح المدلول السياسي يعني تحرك الرئيس من مصر اهو قد القاهرة بتحرك الرئيس قد القاهرة اهو احنا وضعنا في الخريطة اهو بيتحرك الرئيس الى وسط اوروبا وسط اوروبا الحتة دي الدول دي كلها عاملين تجمع بولندا تشيك المجر سلوفيكيا اهو المنطقة دي كانت زي من يا جماعة فيها حرب كبيرة جدا حرب البلقان يعني شافوا مرار الحروب الى اخير متجمعين الاربع دول دول مع بعض ومصر دولة من الدول المفصلية في المنطقة فهم التعاون مع مصر ده من 2014 كانت زيارة نبيل فهمي وبعدين سمع شكري والسيد الرئيس دعم هذه المجموعة وعلاقتنا بالمجموعة انا اعتقد انه تجمع من التجمعات اللي مش عايز اقول بعد مجموعة العشرين ومجموعة السبعة التجمع ده من الاهمية بما كان لانه اربع دول اوروبية نافذة وفاعلة بيتعاون مع دولة نافذة وفاعلة في الاقليم ترجمة نانسي قنقر